تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية تبنى التفجيرات التي استهدفت بلدة السيدة زينب الوقع جنوب العاصمة السورية دمشق وذهب ضحية هذه التفجيرات 45 قتيلا و110 جرحة نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة عند أحد مواقف حافلات نقل الركاب في شارع كوح سودان في البلدة تبعها تفجير انتحاريين نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما تجمع المواطنون لإسعاف الجرحة هذه البلدة تضم مقام سيدة زينب الذي يعد مقصدا للسياحة الدينية وخاصة للطائفة الشيعية ويخضع لحراسة مشددة من قبل مجموعة مدافعان حرام الإيرانية